السلام عليكم ورمضان مبارك على الجميع اليوم هنحضروا الصفوف او الزميطة او سلو كل واحدة شنو كيسميه وغنوجدوه بالطقيق ديال الشعير يعني كيجي صحي وكيجي لديد في نفس الوقت كنحتاجو زلفة ديال لوز ما يعادل ميتة وخمسين جرام بعد ما اغسلناه مزيان ونشفناه كان اضعه فقنار ونحركو فيه حتى يتحمر لنا مزيان خمسمية سجرام من زنجلان بعد ما اغسلناه مزيان ونشفناه ونقيناه حتى هو نفس الشي نديره فقنار ونحركو فيه حتى يتتحمر لنا زلافة الكوكاو او الفول السوداني ما يعادي الى 250 جرام نغسلوه مزيان ونسلقوه ونحيدو له القشرة دياله من بعد نقلوه في الزيت من الافضل ان نحن نقلوه في الزيت لان نيلة حمرناه في الفران يعني ودرناه مع السفوف كيقدر يغمال مع المدة 700 جرام منطقيق ديال الشعير منخول مزيان يعني محيدة لون نخالة دياله ونحمرو حتى هو نفس الشيء فوق النار حتى نحصلو على هاد اللون التهابي وباش نعرفو اللون اللي بغينا كنجربوه بقليل من الزيت من بعد كننخلوه مزيان كناخدو 250 جرام منطقيق القمح الكامل يعني محيدة لون نخالة دياله مغرب العدة مرات كنحمرو حتى هو نفس الشيء وهدو هما المكونات كاملة اللي غنحتاجوهم يعني الدقيق اللي حمرناه والحبوب اللي حمرناه حتى زائد ملعقة كبيرة من القرفة وملعقة كبيرة من الينسون او النافع محمر ومطحون نصف كأس من زيت زيتون او كأس كامل على حسب الرابة كأس ديال الزبطاء كندوبه حتى تتحمر لنا كأس من السكر السقيل شوية ديال الامسكة الحرة والجوزة كناخدو اللوز اللي حمرناه وكنزيد عليها نصف كأس او كأس كامل زيت زيتون على حسب الالة اللي كتستعملو وكنطحنوهم زيان حتى يولي لنا بحل شكل ديال الاملو كناخدو نصف الكيمياء من السمسم او زنجلان وكندوزوه في الطحانة يعني غير كار نهرمشوه حتى يولي بحل شكل من بعد نضيفوه على اللوز اللي طحنناه مع زيت الزيتون نضيفوه غير بشوية بشوية ونطحنوه ولكاوكاو او الفول السوداني اللي قليناه غير كان هرمشوه يعني ما كان نطحنوهش مزيان وديا نتيجة اللي حصلنا عليها هذا هو اللوز والزنجلان وزيت الزيتون اللي طحنناهم وهذا هو الشكل ديال الفول السوداني او كاوكاو اللي هرمشناه هنا كنبدوه نخلطوه صفوف ديالنا كنضيروه الدقيق اللي حمرناه يعني حاولوه انكم تغربوه الدقيق مزيان حيس كتكون فيه ندخالة رقيقة كنضيفوه الفول السوداني او كاوكاو مهرمش معلقة كبيرة ديال ليانسون او النافع محمر ومعلقة كبيرة ملقرفة قبيسة ديال الملحة يعني قليل فقط لمسكة الحورة بعد ما طحنتها مع قليل من السكر من بعد قنحكو عليه شوية ديال القوزة هنا قنضيفوه نصف الكيمية الاولى ديال الزنجلان اللي حمرناه هنا الكيمية الثانية ديال الزنجلان اللي طحنناها مع اللوز وزيت الزيتون كنضيفو عليها السكر غلاسي او السكر السقيل انا نستعملت نصف كاس وكننخلطوه مزيان هاد المكونات حتى تتجانس مع بعضيتها وكننبقا نزيدو الزبدة بشوية بشوية ونخلطوه في نفس الوقت هاد العملية ديال الدل كتاخد تقريبا 15 الى 20 دقيقة كنستمرو بحلط طريقة يعني كبقا ندلكو فيه حتى نحصلو على سفوف معلك ومعجون مزيان كنتمنى الطريقة ديال السفوف تكون نالت اعجابكم وشكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة والى وصفة قادمة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر